الخلطة بيتا او الخلطة بيسا كلمة في العمية تدل على خلط الاشياء بلا هدف. خلط اشياء مما يسبب بعض المشاكل. وفي الطعام خلط المكونات من غير المقادير محددة. اختراع اكلة جديدة. ايه ده? انتو مستنين يقول على اصلها? الحقيقة ملهاش اصل. او غالبا ملهاش اصل. ده بنسميه في علم اللغة made up word او بشكل اكاديمي اكتر نيولوجزم. كلمة مستحدثة. كلمة مخترعة. وهو ان احنا بنجيب كلمة موجودة ونضيف عليها حاجة عشان نغير في معناها. زي خلطة هنا. اضافوا بيتا او بيسا عشان يزيد من غرابة الخلطة. مشكلة ان فيلم غاكاتوي لما ترجموه للمصري ترجم خلطة بيتا بالسلسة ففيه ناس فهمة ان خلطة بيتا ده اسم الاكلة. ده مجرد المترجم حاب يعمل كده. وكلمة خلطة بيتا بتفكرني زمان باعلان مطابخ في التسعينات اللي كان ضد المية وضد النار لما عملوا منه وكان بيبعوه بالتقسيط من غ فويد فكان بيطلعه في الاعلاني لك بالتقسيط تاعته وبدون فويدينه. يعني ايطالي كده. خلطة بيتا. خلطة بيتا. ويجعل كلامنا خفيف.